مشاهدينا بجد ترحيب حضراتكم مرة تانية خلونا نذهب سريعا لاستاذ المقولين العرب للزميل عمر نبيل نتعرف منه على ما قبل اكيد المباراة ما تنطلق نتعرف منه على كل ما هو جديد عمر مساء الفل عليك تفضل مساء الفل عليك الزميل عزيز يهي حمزة ومساء الفل علي كل طبعا نجومنا الكبار في الاستوديو التحليلي وايضا لكل متابعي ومشاهدي قنوات on time sports في كل مكان هنا من ملعب المكونون العرب ولقاء هام ولقاء صعب طبعا على كل فريق يجمع ما بين طبعا فريقي سراميكا كيلو باترا بقيادة مدير الفني الجديد الكابتن احمد سامي في مواجد طبعا ايضا مدير الفني الجديد الذي يعني يقود المباراة الثالثة لفريق الجونة وهو الكابتن تامر مصطفى يمكن معطيات هذه المباراة صعبة لكل فريق يمكن تواجد الفريقين يعني في مراكز يعني الى حد ما صعبة يمكن فريق سراميكا كيلو باترا تواجد في المركز 13 بنصيد 18 نقطة على الجانب الاخر فريق الجونة في المركز 15 بنصيد 17 نقطة جعلت هذه المباراة طبعا فيها يعني صعوبة لكل فريق من اجل يعني الذهاب الى من هذه المنطقة الصعبة جدا في جدول الدورين خلينا نتعرف اكثر واكثر يا يحيى على يمكن كواليس كل فريق نبدأ بسراميكا كيلو باترا صاحب هذا الملعب ويمكن الجهاز الفني الجديد بيكادر الكابتن احمد سامي يمكن هذه المباراة هي الاولى ليه يمكن كابتن احمد سامي اصر طبعا على تواجد الجهاز المعاون ليه كابتن احمد عب عزيز مدارب عام والكابتن هاني العجيزي والكابتن عادل محجوب ايضا مدير الاداري اصر طبعا على تواجده في هذا الجهاز يمكن كان هناك جلسة مع الكابتن طاري ابول عينين وهو طبعا مسؤول او رئيس نادي سلاميكا كيلو باترا الاداري طبعا على توفير كل مطالب الكابتن احمد سامي من اجل طبعا انجاح مهمته مع فريق سلاميكا كيلو باترا في ظل طبعا رحيل الكابتن هيثم شعبان بعد المباراة الاخيرة امام النادي الاهل يمكن نهاردة فريق سلاميكا كيلو باترا نهاردة بيستعيد بعض العناصر المتميزة رأسهم طبعا اللاعب شادي حسين الذي يتغيب عن المباراة السابقة بسبب حصوله على الانزار الثالث ويدخل هذه المباراة ايضا وهو يغيب عنه طبعا احمد محسن في مركز الظاهير ايصر الذي يتحصل على البطاقة الصفراء في مباراة الاهلي نهاردة يمكن كابتن احمد سامي النهاردة بيدفع باللاعب شريف دابه في مركز الظاهير ايصر وعلى الجانب الاخر مصعب البطاط احد اللاعبين اساسيين في تشكيل سلاميكا كيلو باترا يغيب عن هذه المباراة طبعا اللي يسافروا الى فلسطين ويغيب عن هذه المباراة طبعا ويدفع النهاردة الكابتن احمد سامي باللاعب محمد توني في مركز الظاهير ايصر على الجانب الاخر الكابتن تامر مصطفى طبعا مدير الفني للجونة يدخل هذه المباراة طبعا ويطالب لعبته بتحقيق الفوز الاول له طبعا في هذه البطولة يمكن كابتن احمد او كابتن تامر مصطفى تلقى هزيمة في المباراتين السابقين لفريق الجونة يمكن المباراة الاخيرة امام برمز لكن النهاردة بيدخل لهذه المباراة هو ايضا يفتقد لعنصر مهم جدا في قلب الدفاعات وهو اللاعب عمري طارق النهاردة ويشارك على حسابه طارق سامي بالمناسبة طارق سامي طبعا هو مدافع سابق لسراميكا كيلو باترا تم التعاقد معه في نادي الجونة في فترة الانتقالات الشتوية ويشارك النهاردة اساسين لمباراة الاولى ليه مع فريق الجونة يمكن تام يا زميل عزيز يحيي حمزة دي ابرز الاخبار والكواليس قبل هذه المباراة المهمة الان نعود لك وانجومك الكبار في الاستديو التحليل التفضل كل الشكرة اكيد للزميل عمر نبيل من استاد المولين العرب قبل انطلاق مباراة سراميكا والجونة مشاهدين الانستكلمين مع حضراتكم ولكن بعد الفاصل نواصل اشتركوا في القناة